قال الناطق باسم الحكومة المغربية أنه يتم العمل ميدانياً على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للمتضررين من الزلزال أشر ناطق باسم الحكومة المغربية لأنه تمت تعبئة أكثر من ألف طبيب وألف وخمسمائة ممرض في المناطق المتضررة مع تأجيل الدراسة في المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال تمت تعبئة عدد كبير من الأطباء الذي يتجاوز الألف طبيب حدث على القطع ما بين العموم بشراكة مع القطع الخاص وحوالي ألف وخمسمائة ممرض ويتم العمل على التكفل بجميع هؤلاء في ظروف حسنة كما أنه تمت تعبئة مختلف المستشفيات الموجودة والقريبة من هذه المناطق ومختلف الآليات وصيارات الإسعاف من أجل تقديم خدمات صحية عاجلة لهؤلاء المصابين وفي المجال التعليمي سيتم تعليق الدراسة في بعض هذه المؤسسات خاصة المؤسسات المناطق المتضررة بشكل كبير على أن يتم إيجاد صياغ لضمان استمرار التعليم في الأيام المقبلة وبخصوص المناطق الأقل تضرراً فإنه سوف يتم إيجاد صياغ طبعاً بتشاور واتصال كامل مع الأسر ترجمة نانسي قنقر